بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النهاردة ان شاء الله يا حبابي هنشرح مع بعض درس التاني في الوحدة الاولى للصف الاول اللي ابتدائي اول حاجة فوق عندي في الكتاب من فوق يعني ايه؟ يعني تعلم صوتيات الصوتيات يعني نطق الكلمة او الحرف مع النحلة المشغولة طبعا يا حبابي لازم تبقى عارفين دور البيزي بي في الكتاب ايه؟ طبعا بيزي بي بترشدنا الى الحروف بترشدنا طبعا الى الحرف اللي احنا هنقرأه ونكتبه وبرضو بترشدنا الى الكلمات اللي احنا هناخدها في الدرس يبقى هي على طول شغالة مبتملش من الصفحة دي للصفحة دي على طول بتطير في الكتاب طيب لير نساو نسويز بيزي بي يعني تعلم صوتيات مع النحلة المشغولة بعد كده لسن اند سي يعني استمع وقل يعني الكلمة اللي هنسمحها لازم نرددها علشان تثبت في دماغنا طبعا مجموعة الكلمات اللي عندي بتبدأ بحرف البي تبدأ بحرف يا حبابي البي طبعا انا عندي اتنين بي في الالفابت في حروف اللغة الانجليزية عندي دي بي بنقول عليها بي خفيفة وعندي البي التاني للعصاية بتاعتها لتحت بنقول عليها بي تقيلة احنا النهاردة في البي الخفيفة طبعا عندي هنا كل الكلمات بتبدأ بحرف البي بي خفيفة اول كلمة عندي حقيبة او شنطة باج حقيبة او شنطة باج ولازم يا شطار نقرر في الكلمة على الأقل 10 مرات نطق وسبرينج يعني مصلا عندي كلمة حقيبة باج حقيبة أو شنطباج حقيبة أو شنطباج على الأقل 10 مرات نطق وسبرينج وصدقوني الطريقة دية طبعا فعالة جدا في حفز الكلمات حقيبة أو شنطباج تاني كلمة أزرق بلو وطبعا نجزق الكلمة أزرق بلو نحن المشغولة اللي خدناها في الدرس الأول بيزي بي وزي ما قلنا في الدرس الأول إن حرف الاس بينطق زد في بيزي نحن المشغولة بيزي بي نحن بي خدناها طبعا كتاب بوك قطاع بي هو اوك كتاب بك نحلى بي نحلى بي اوتوبيس به اوتوبيس تاني كده حكيبة او شانطة باج با جي أزرق بلو بي ال يو اي النحلى المشغولة بزي بي بي يو اس وي بي اي اي النحلى المشغولة بزي بي ندخل بعد كده على الصفحة اللي بعدها الصفحة اللي بعدها هو hand writing يعني كتابة باليد علشان نحفظ أولادنا شكل الحرف الحرف يا ترى اسمه ايه وبنكتبه ازاي طبعا هنا بدألي بحرف البي بدي أول حرف النحلة المشغولة بيزي بي أول حرف طبعا بتبدأ به الكلمة بي طيب اول حاجة هنا البي لسمول طبعا منتبه ازاي شطار واحد وفيها خمسة من تحت خمسة كده لزق في الواحد من تحت دي كده بي سمول وبنمشي عليها نتتبع النقط ونمشي على النقط والبي كابتل واحد وفيها خمستين كل اللي احنا بنعمله يا حبابي بنعود الاولاد انه هم يمشوا على النقط عندي بعد كده في الصفحة اللي بعديها هم ويرك يعني الواجب المنزلي الواجب المفروض الطالب يعمله مع نفسه في البيت ممنوع حد يساعده فيه علشان يتعود على الكتابة طبعا يبقى خطه كويس كل كلمة بنقررها تحتها كل كلمة بنقررها تحتها بخط كويس ان نعود طبعا الاولاد ان هم يكتبوا بخط كويس علشان خطهم يتحسن يعني طبعا انت بعد كده هنا دي عبارة عن كلار تلوين يعني الاولاد بتسلوا فيها ندخل بقى على الاكتيفة اللي هي الانشطة السؤال بيقول ماتش اندي سي يعني ايه ماتش اندي سي يا حبابي يعني صل وكل الكلمات يعني نقول الكلمات واحنا بنوصلها يعني كل كلمة عندي احاول استهجها صح علشان اجمع الحروف اعرف الكلمة دي معناها ايه وبتدول عليه وطبعا كلها كلمات خدناها ورددناها مع بعضينا يعني هنا طبعا نعود الاولاد ان هم يستهجوا الكلمة بالروحة كلا باج يبقى دي كلمته يا حبابي باج اللي هي ايه خدناها اللي استقيل لنا حقيبة او شنطة برفع عليكم طيب فين هنا الحقيبة او الشنطة téléتر ايه يا شطر eleتر بي يبقى هنوصل كل احنا عمل او هنوصل النقطة اللي جان بكلمة باج بزيليتر ب gorgeous برفع عليكم ماشي يا شطر تاني الكلمة يتر كلمة ايه اللي قدامي دي ب او او كي ب او او كي ب ب aerospace برفع طيب فين هنا الكتاب احنا عارفين ان باك يعني كتاب يا طرى فين الكتاب برفع عليكم litter c يبقى هنوصل النقطة اللي جان ب النقطة اللي جان ببوك بأي شطار باليدر سي عندي بعد كده يا حبابي كلمة بص بي يو اس بص يعني ايه ياترا بص يعني ايه اللي بوادينا المدرسة برفع عليك واتويس يبقى نوصل النقطة اللي جان بكلمة بس بأي شطار باليدر إيه اخر كلمة معناة في الماتش بلو لسه قيلنا بلو بي ال يو اي بي ال يو اي فين اللون الأزرق آخر واحدة مفيش اللي هي واضحها خالص لتر دي برافو هندخل بعد كده يعني انظر وضع دائرة يعني زي ما قلتلكم قبل كده إن هو بيجيب لي صورة وتحتها كلمتين يترى الهين الكلمة اللي بدورها على الصورة طبعا عندي صورة النحلة نحلة يعني يا حبايبي يعني بي بي اي اي يبقى دي ولا دي لا أكدت تانية برافو عندي بعد كده يترى دي شكل ايه اللي بقود دينا الحضنة والمدرسة برافو عليكو باس اوتوبيس الكلمة الليقولة ولا التانية طبعا بي او اس التانية بعد كده ايه ده ده اللي بنقرأ فيه طبعا وبنذكر فيه دايما اسمه ايه اسمه ايه كتاب بوك برافو كتاب بوك بي او او كي وآخر حاجة معنا دي اللون الأزرق أزرق يعني ايه بلو يا ترى دي ولا دي طبعا التانية بي اي يو اي برافو برافو عليكو يا شطار ممتازين ندخل بعد كده على الصفحة اللي بعديها عندي بقى هنا سؤول اللي بعد كده ريت ازا ميسم جيليتر يعني ايه يعني اكتب الحرف النقص يعني الحرف اللي نقص في الكلمة احنا هنكتبه من عندنا طبعا احنا شطار حفظين الكلمة وعارفين الشكل بتاع الكلمة ايه طبعا عندي اول شكل اللي هو ايه يا ترى دي شكل ايه يا حبابي يا شطار حكي بقى وشنطة برافو احنا قلنا حكي بقى وشنطة يعني ايه يعني باج بي اي جي طبعا الاي والجي موجودين يبقى ايه بقى الحرف اللي نقص البي برافو برافو عليكم بي اي جي باج طيب ثاني الكلمة عندي عندي طبعا اللون الازرق immer boom b l u e b هنمش بقى واحدة واحدة نحاول كده ان نجيب الكلمة يعني حرف حرف اللي لقى للما نقف عند النقط ونشوف بقى طالما وقفنا عند النقط نعرف عن طول ايه الحرف اللي هو اللي نقص معينا طبعا دي اللون الازرق ازرق يعني blue احنا قلنا ب l u e يبقى ايه الحرف اللي نقص نحلة بي نحلة بي أولي تعلم اي بس بس عندي تعلم انسكريبول اندريت انسكريبول اندريت انسكريبول اندريت يعني يشطار قاعد ترتيب الحروف وكتب الكلمة يعني هو جايب لي الشكل اللي بدل على الكلمة وجايب لي حروف الكلمة بس الحروف مثل اخبطة يعني احنا نرتبها وطبعا زي ما قلتلكم لازم تحفظوا كل كلمة نطق وسبلنج منفعش نطق بس لازم نطق وسبلنج ليه؟ علشان الحروف المتلخبطة زي كده انا نرتبها صح؟ طبعا احنا عارفيني ان اخبط يعني ايه؟ يعني بس نرتبها بقى واحدة واحدة اول حاجة البي بعدين اليو بعدين الاس تاني شكل معايا حقيبة او شمطة باج الحروف متلخبطة نرتبها بي اي جي عندي بعد كده ازرق يعني بلو بي ال يو اي نحلة بي بي اي اي يبقى البي الاول وبعدين الاي والاي واخر كلمة معانا كتاب بوك بي او او كي وبكده يا حبابي نكون خلصنا الدرس التاني في الوحدة الاولى لسن تو في ونة ون اه وطبعا لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلكوا اشعار بان انا نزلت فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا اليمن والسلام اشتركوا للم نظ salutه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة